السلام عليكم فلما كنت بقلب في الرسائل والرسائل بتاعتكو القديمة الناس اللي كانوا معايا في السنتر بالذات حبيبي في البجور انا حسيت بالتأثير وفي نفس الوقت دمعتي نزلت والله كذا مرة الواء الناس بعتين بيشكروا وبيقولوا كلام كويس او حتى حد بيطلب طلب وانا مقدش رد على الناس فكنت متأثر شوية وبعدين سبحان الله بقى لقيت التيم بيكمل علي وبعطولي فولدر مجمعين فيه الرسائل بتاعت الناس من بعد امتحان الاحياء او حتى قبل الامتحان ورسائل الشكر وهكذا الصراحة يا شباب ان انتو لما كنت بقول دايما عليكم انت دفعت الطيبين يعني مقدش كلمة اللي هو يعني يلا ادي لقب للدفع وخلاص لأ انا كنت حسسها فعلا انت دفعت ناس طيبين وصحيح كل مكان بيبقى فيه الحلو والوحش بس انتو فعلا الحلو فيكو اكتر وانا بتكلم بقى عن ناس لانا اتعاملت معاها يعني انت انا بحس ان انا بتعامل مع كريمة المجتمع فعلا انتو انضف ناس في مصر يا جماعة مش بقول برضو كلام القاب وخلاص انتو فعلا انضف ناس في مصر لان الثانوية ديت هي سنة سنة تنقية انت يعني افضل شخص في الدنيا انت اكتر شخص بيذاكر اكتر شخص بيعمل حاجات مفيدة اكتر شخص مبطل حاجات سيئة اكتر شخص بتحاول تقرب من ربنا اكتر شخص عندك سبب كبير جدا لدو سبب ان انت عايز تبقى حاجة كويسة وان ربنا يكرمك فانت فعلا يعني انضف واحد في الثانوية طلبة علم علوم بالذات مش تقليلا والله من علم الرياضة لأدب يا حبيبنا كلهم وزي ما قلتلكم دايما كل مكان فيه حلو الوحش بس اقصد طلب علم علوم بحس لا لا هما في حتة تانية بصراحة المعظم بقى فربنا يكرمكم ربنا يكرمكم يا رب يا رب كلكم تبقى مبسطين بكرة وفرحانين وحتى اللي فيكم مش هيبقى فرحان يبقى راضي ويبقى ويبقى متيقن ان فعلا ظنونا بالله انه لا يضيعنا والكلمة ده هيت يا شباب يعني بحس ان انتو بتغفلوا عن جزء معين اللي هو انتو ظنونا بالله انه لا يضيعنا مع معناها ان ربنا مش هيضيعنا فهيجيب لنا مجموع حلو وكأن النجاح معناه مجموع وكأن المجموع الكبير ده هو الحلو وكأن المجموع الصغير اللي هيدخلك كلها معينة قليلة في المجموع يبقى هي وحشة الموضوع لا يقاسها كذا اطلاقا اطلاقا والله يعني انا عارف ان انا مش هطلبك مثلا انت لو جبت مجموع قليل ان انت تقعد تضحك وتفرح وتنزله بقى استداس واتس وقال لها بتاعتبت بوست على الفيسبوك وتنشكح لا طبعا وما بطلبكش حتى ان انت ما تزعلش لا طبعا هتزعل الزعل اللي هو الفطري اللي هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم لخاصه ان العين لا تدمع وان القلب لاحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقوله الا ما يرضي ايه ربنا او كما قال صلى الله عليه وسلم او هو بيحزن على موت ابنه ابراهيم صلى الله عليه وسلم دي عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم يعني وفي نفس الوقت لا ده خضاء ربنا ولا نقوله الا ما يرضي ربنا فالتنين مع بعض رضان خالص الحزن الفطري الدنياوي مع الرضا بقضاء الله والتسليم والناس اللي هتفرح وتجيب مجموع كويس أسأل الله سبحانه وتعالى أن أنتوا تظلوا في حياتكم في فرحة وسعادة وأن أنتوا تتحملوا المسئولية فيما بعد إحنا عايزين دكاترة شطارة يا شباب محتاجين الناس تحمل الرسالة بحق محتاجين الناس في كل حتة بصراحة يعني أي مكان أنت هتبقى موجود فيه زي أنا بقول لكم يعني مصر بقفها ناس كتير جدا بس الناس الثقة الناس التقال في المجال بتاعهم وليلين جدا نادر جدا لما بتلاقي حد بيدخل المكان وبيأخذ المكان بحقه يعني هقول لكم حاجة كده أنا بصراحة يعني أنا فاتحة دردش بصراحة مش ناولنا طول شوية يعني فبرحتي صح هقول لكم حاجة الفترة اللي فاتت وإحنا عملين نجاهز للسنة الجديدة عملين نفكر شكل منصة نعدله إزاي عايزين حاجة أحسن المعدات اللي احنا بنصور بيها وطريقة التصوير والمنتاج عايزين منتاج أحسن يلا نجيب بي سي يلا نعلي مش عارف إيه يلا لا هنجيب مكبوك لا هنجيب عملين عمل أفكر في التك طب التيم تقسيمته عمل إزاي لا أنا عايز تيم مادة علمية قوية يلا شباب اسمعوا وذكروا هسألكم وامتحينكم عشان تردوا على سئلة الطلبة وتساعدوني فيها تساعدوني في كتابة المذكرة في الأسئلة عملا أفكر في التكنيكاليتي دي كلها وطريقة إدارة الشغل وبعدين فكرت كده أيوة ما انت محتاج برضو تقوي نفسك علميا علشان تقدم مادة علمية قوية ومحتاج ان انت تفكر في الطالب مش بس بصريا ومش بس سوشيال ميديا عشان تجيب أكبر عدد من الطلبة يشترك معاك مش ده الأساس الطالب سبحان الله يعني السنة اللي فاتت ديت ربنا باركلي جدا وانا قلت لكم انا كنت بدء السنة بعدد عبيت يعني بقول لكم كانوا أقل من 80 طالب متخيل الرقم دوت عبيت جدا وانا ما كنتش يعني اعادت فترة 4 شهور تقريبا 8, 9, 10, 11 أيو 4 شهور ما كنتش بعمل دعاية انا معايا 80 طالب دول بيزيدوا 1-2 كل كام يوم كده بس انا مهتم بيهم جدا بحاول اقدم لهم كل ما عندي حرفيا كل اللي اقدر عليه وسبحان الله بعد كده اول ما خلصت امتحانات البطنة وفي ضيس شهر 12 كانت الضجة والمعسكر الاول بعد كده المناع على البيولوجيا فالحمد لله فكذلك برضو انا دلوقتي سيبك من اي عدد هشترك معاك البركة اصلا والرزق كله في القوة اللي انت بتقدمها للطالب فكذلك برضو خلي بالكم ان كل الناس بتفكر كده كل الناس بتفكر في الشو بس فيش حد بيفكر في الكور في المادة القوية في الاساس النواة بتاعته الموضوع فانا مش عايزكو تبقوا كده ما بتكلمش عن التدريس بس بتكلم عن اي حاجة تانية اي حاجة في الحياة كل واحد هنعمل اعلام بملايين طب ما الملايين ديات يا حبيبي كنت تتقوي بيها الاساس بتاعك اصلا كنت تتقوي بيها الحاجة اللي انت بتقدمها للناس اساسا يا خويا مفيش كله بيداهر على ايه على الشو خلاص ولو ان الشو مهم برضو يعني لو انت عندك سلعة كويسة عرضها كويسة وكل حاجة بس تبقى سلعة كويسة فاهمني فايا ان كان المجال انت هتدخل فيه عايزك تاخد قرار كده هنجح فيه ومش عايز بقى اصلي خلي بالك الفترة الجاية دي بنت لزينة الفترة ما بعد السنوية دي اللي يقول لك ايه بقى اصلا ما بديه اخلاص بس وانا هخرب هخرب وبتكتشف ان هي فترة من الكسل والخمول واعيدك بالله من الكسل والخمول ودي من اذكر الصباح المساء بالمناسبة فانت لازم انت استعيد بالله من الكسل والخمول على طول يعني اللهم من يعوذك الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقاه رجال اللهم من يعوذك فتنة المحية وفتنة الممات ما هو اللي احنا بكلم ده فتنة محية مهم فالفترة دي مش عايزك تبقى كسلام فيها خالص وقوم وشتغل وعمل اي حاجة في حياتك في حاجات كتير جدا تتعمل حاول انت تعملها يعني حتى الناس اللي هي هتجيب مجموع يفرحها مجموع مبين قسين عالي يدخلهم كليات مبين قسين قمة ومبسطين فزا قلت لكم ربنا يجعل المصدوات حاجة دائمة ان شاء الله ما تتغروش وما تفتدوش بين احدكم وكلموا زمالكم وعادي يعني انت كلنا منطراب يعمل حاجة ده مجموع يعني على كده بقى يعني الاول فيكو انا كنت على فكرة جايب تسعة وتسعين وستة من عشر بقى في السنوية وكنت نقص درجة ونصف العرب بس في التعبير فاشطى انا ما انا منقصش هاد ولا اسأل في السنوية حاجة بقى تنطط عليكو لا طبعا انتو انتو اشتر مني يعني لو انتو جيتوا تقارن سوقوا اقل واحد فيكو والله بيا وانا في سنوي لا هو عارف معلومات اكتر مني بكتير جدا احنا مكناش بندرس احياء يا شباب احنا كنا بنقرأ كتاب الاحياء اللي بيقرأ الكتاب مرة بيدخل الامتحان يقفله يعني اللي بيقرأه بتماعه بس ويحفظه خلاص بيدخل الامتحان يقفله الفيزياء بتاعتنا كانت صعبة بس يعني كان عندنا كم سؤال صعب تلاتة انتو عندكو شوف كم سؤال صعب انتو كان عندك تلات اسئلة سهلية والباقي صعب فانتو ما تتقننوش بحد والامتحانات السنة دي اصعب كتير جدا من السنة اللي فاتت اصعب فعلا فعلا مش بيشهد تانا بيشهد ناس كتير وامتحان الاحياء اي حد كان بيخرج بعد امتحان الاحياء يبعت لرسالة دكتور الامتحان كان سهل وجاي من المراجعة بتاعتك طبعا انا اي مدرسة يوم جايلك الله تعالى ده بيشكر فيي هاتي ابن سكرينشوت للكلام اللي بيقوله ده وتنزله بتاع هو اه فعلا الحمد لله كان فيه حاجات تير جدا مراجعة بس انت حمار معلش يعني اللي بتقول كده لو نزلت ركزت في الاختيارات لا ده هو عاقب الدنيا في الاختيارات انا متأكد ان انتو بتقرار السنة الخمسين سؤال بتوع الاحياء الله السؤال جميل انا فاهم وحلو انزل يلا تنزل تحت في الاختيارات الله دي غلط دي غلط بتستبعد ايجابتين بكل سهولة تعالى بقى في الاجابتين الاخرانيين بيض جنبهم بقى بيض حرفيا يا اما هو حاطت ركاية وانت تركاب انت اللي زينها صعبة يا اما ان هو الصياغة غلط اصلا يا اما فيه مادة علمية غلط اه والله يعني فيه اسئلة كتير جدا علميا غلط فيه جابتين ينفعه حضرتك فيه عك في رأس السؤال انت عامله انت بش اخذ بالك منه المهم ان السنة فعلا كانت صعبة اه انا عايزك تقفخور بنفسك وما تضيعش كل اللي انت عملته في السنة حفاظك على الصلاة وورد القرآن انا فاكر انا فاكر شكلك في رمضان كان عامل ازاي انا كنت بعمتحن في رمضان يا شباب كنت بعمتحن سنوية في رمضان وكنت عارف قد ايه رمضان ده كان مميز بالنسبة لي كنت عارف صلاة التهجد اللي احنا كنا بنروح الساعة 12 بالليل وانا عندي بتاعنا الصبح اه والله يا الله يا الله الواحد بيفتكر اللحظات دي فيه احساس جميل جميل وانت رايح كده عندك ابتحن سنوية الصبح بس لا لا انا مش هفاوت صلاة التهجد واروح مع الشيخ ربنا دي للصحابة ونقف وراه ونصلي ونطول وطول يا شيخ انا مش عايز اراه انا عايزة بص لما نسجد ما تقومش خليك خليك بالله عليك استنى شواء عايزة 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 عاكتر والله فبيبقى احساس كده عظيم انا متأكد ان انتو جربتوا الاحساس دوت في رمضان السنة دي مش عايزوا يتمحي رمضان اللي جاي مش عايز محافظتك على ورد القرآن تروح مش عايز لسانك العفيف دوت يرجعي ببذيق تاني وتشتم مش عايزك ترجعي وتقولي فلانا الفلانية وفلانا الفلاني والواد والبت وراحه وجمه بتاعه وتعود تتكلموا عن الناس عايز نفسك طيبة افرحوا لبعض زميلك اللي جاب مجموعة أعلى منك افرح له وبارك له وقوله ربنا يبارك لك وربنا يوفقك واسمع عنك دايما كل خير انت ان شاء الله يعني صديقي فلانا نجاحك ونجاحي وان شاء الله تبقى في مكان انا لو احتجتلك اول واحد هلجأ له هو انت وهيفتكر لك حاجة زي كده لما تبقى فرحان وسالك سالك من جواك الناس اللي جابت مجموع وسيه ومكلمهم وقولهم انت تعبت وعملت اللي عليكم خليكم يا شباب مضاف من جوا يعني احنا كلنا كلنا من طراب يعني وكلنا هنروح عند ربنا سبحانه وتعالى في يوم الايام انا مش ضامن النفس اللي داخل ده تيخرج احنا لنا الموضوع ده لما بقوله انه دايما بتخض وبخاف احنا لنا رزق من اعداد النفس اللي داخل والخارج ده لنا رزق من عدد ضربات القلب يوم هتيجي مثلا يعني رزقك تريليون خمسمية سبعة وتمانين مليون مش عارف تبع تلاف ألف ومشا في الآخر كده ربعمية وربعة وربعين مثلا يعني فانت دلوقتي ربعمية تلاتة وربعين ربعمية وربعة وربعين هب خلاص بس تي بس خلاص بقى الحقوه سي بي آر وانعشق قلبي رأوي خلاص بقى خلاص استوفى حقه واستوفى رزقه من عدد ضربات القلب وجاءت سكرت الموت ذلك ما كنت منه تحيد خلاص يعني هتعمل ايه ما فيش حاجة تانية تتعمل يعني فهي دي الدنيا يعني واحد ده راكب عربية مثلا وسايق وبتاع احنا مشينا عده هوا احنا مشينا عده هوا حرفيا ما حدش ضامن اي حاجة تحصل في اي لحظة بس انت مش ضامن اي حاجة فايه بقى يعني مش مستهلة خالص مش مستهلة ان انت تقعد تحسبها بالدنيا وفلان وفلانة وراح وجه وهاعمل ايه والمجموع ويا له وكلية طب مستقبلي لا ما مش مستهلة كده خالص تاني تاني انتو هتفضلوا في قلبي هتفضلوا في وجداني وفي لحظات كتير جدا جدا مميزة السنة دي وفي ناس كتير انا اعرفهم بالاسم حتى هما ما يعرفوش ان انا اعرفهم وفي ناس اعرفهم بقى اللي كانوا معيها في السناتر يعني في السنطر في المنوفية انا اعرفهم شكلا بس انا حفظ الاسمي صعب شوية بس والله ما فيش طالب دخل المكان في يوم الأيام إلا وانا عارفه ووليا لحظات معاها حتى هو ممكن ما يكونش واخد باله يعني مثلا انا بشرح حاجة معينة فيها نكتة مثلا او قلشة فبسط له لقيته بيتحك انا بسط ان هو بيتحك وانا مبسوط دلوقتي وفهم المعلومة لحظة انا مثلا ببني معلومة وعمل اقول اردت اردت عشان اقول هبا المعلومة كده في الآخر ونلاحظ عينه هو مفنجل ومفتوح ومش فاهم اي حاجة وفجأة اول ما قلت المعلومة وعمل او فهمت فالحبة دي ظهرت في عينه فانا مبسط انا فيه حوار اصلا وعلاقة حصلت بيني وبينه كده في دماغي ومشو اخد باله منها اساسا ناس كتير كده عشان كده انا بحب السنتر بصراحة اكتر من انا اكلم كاميرا ودائما وانا بكلم الكاميرا بحس ان انا قاعد في الحصة علشان اعرف اقدي كويس يعني يا رب يا رب دايما اسمعان كل خير ويا رب اقابلكو في يوم الايام وانتو في افضل مكان في الدنيا ويا رب فعلا تبقوا احسن مني يعني فعلا انا حسيت الكلمة ديات لما كابت قلنا مفيش غير اتنين هيبقوا عايزينك تبقى احسن منهم المدرس بتاعك وطبعا ابوك وامك حيث اذا المدرس بتاعك دي ما كنتش بصدقهاوي بس لا انا نصدق ذا دلوقتي انا عايز الناس كلها تجيب اعلى مجمع في الدنيا تبقى اشطر الناس في الدنيا الناس اللي يدخلوا طب بشري نفس الناس اللي يدخلوا طب بشري نفس الناس اللي يبقوا دا كترة شطرين جدا 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 احنا عدنا ربع ساعة اش عايز طولة اكتر من كده اسأل الله صبحانه وتعالى ان يجبر كسر قلوبكم وان يهديكم ويصلح بالكم وان يختار لكم الخير وان بكرة ان شاء الله يبقى يوم خير يوم فرحة يوم سعادة ويوم ايمان ورضى بقضاء الله سبحانه وتعالى يوم هيبقى فيه الشخص المؤمن بحق والمؤمن كلام وفتكروا دايما ان المتعة في الطريق وعثراته وان احنا مش جايين هنا عشان ندور على الراحة لا والله اللي بدور على الراحة ده هيتسحل والله العظيم ما يفضل يتسحل على وشه لحد مايروح الساحل من كتر الساحل اللي هيشوف لان اللي انت بتدور عليه في الدنيا ده مش جاي يا حبيبي مش الدنيا مش بتاعت كده اصلا اللي هي طبعت على كدر انه انت تريدها صفوا من الاقدار والاكدار احمار يا بقى ومكلف يعني فيه تكملة اصلا ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري يعني اللي بيطلب الايام كده حاجة هي مش في طباعها اصلا يعني انت عملت اولا عايز تريح عايز استريح في الدنيا مش كده يا حمار يا بقفي اللي ما بتفهمش ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري نازل في البحر بيطار على حاجة كده حتة تولع عشان ايه يشوي عليها انت ايه شب ايه شب تعمل بالله عليك الله انت والله غبي والله غبي تعملش كده اصلا بس كفارغي اسلام عليكم شوفكم على خير ان شاء الله الاول سبحانك الله ومحمدك اشتغل الله الا الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر ان الانسان لا فيه خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتغاصوا بالحق وتغاصوا بالصبر بحبكم في الله وتنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله سلام عليكم